لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأم بعد زواله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين اللهم ارفع مقامه وزده رفعة وشرفا في الدنيا وفي الآخرة وأعلي على بناء الناس بناءه وأكرم نزله لديك يا أرحم الراحمين وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد في هذه الحلقة سنتحدث عن قضية مهمة تتعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جانب الاتباع وكل من دخل في هذا الدين يعلم أنه من أتباع محمد دخل في هذا الدين راضيا ومحبا ومسلما وطائعا والله تبارك وتعالى يقول للذين تنكروا لرسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وغيرهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ثم أردف ذلك قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الاتباع ما هو الاتباع نستطيع أن نعرف الاتباع بأنه الانتماء أو أنه الدخول تحت راية المتبوع أو الدخول في حزبه هناك خلط بين قضية الاتباع وبين قضية الاقتداء ويقع فيه كثير من المسلمين هناك من جعل الاتباع من جعل الاتباع أو جعل الطاعة شرطا في الاتباع من جعل الطاعة شرطا في الاتباع أي أن الذي يقصر في طاعته أو في اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر متبع وهذه قضية خطيرة وقع فيها الخوارج في بداية العصر الأول من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وناس أصبحوا نابتة أصبحوا البذرة الحقيقية للخوارج كما أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام والحق والصحيح أن الاتباع هو شرط في الطاعة أي لا تكون طاعتك مقبولة حتى تكون متبعا حتى تكون منتميا حتى تكون داخلا في حزب محمد صلى الله عليه وسلم وإلا فإن طاعتك غير مقبولة لأن الطاعة تقبل وإن كان فيها تقصير والمؤمن يبقى تابعا لكن عندما ينفي الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم فإن طاعة لا تقبل كما كان المنافقون أو كما كان الخوارج الذين كانوا يطيعون ويقتدون إلا أنهم لا يشعرون بالاتباع المؤمن يقف من النبي صلى الله عليه وسلم على جانبي جانب هو قضية الاتباع وهي المحبة والانتماء وجانب هو جانب العمل وجانب الشريعة جانب العمل وهو معروف قضية اتباع العمل والعمل بالأوامر والنواهي والشريعة الظاهرة وغير ذلك وذلك لا يشك أحد في أنه فريضة وأن تارك الشريعة متزندق ومن رفضها في باطنه فهو زنديق صرف وتاركها مفرط فاسق أو كما يعني درج تحت مسميات كثيرة في الشريعة لكن جانب الاتباع هو جانب محبة هو الأصل الذي ينبني عليه بعد ذلك كل الطاعات وكل الممارسات التي تثبت إسلام الشخص وانتماءه إلى الحقيقة فالطاعة هي إثبات الظاهر لكن الحقيقة في القلب هي قضية الاتباع والانتماء التي هي المحبة وحب النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة هو فرع عن حب الله لأنك عندما تنتمي وتحب وتسلم بالدخول تحت رايته مهما كان تقصيرك في العمل أنت في الحقيقة أتيت إلى هذا الحزب وإلى هذا الجانب النبوي لأنك تحب الله في الحقيقة والحبيب صلى الله عليه وسلم يثبت لنا أو يعلمنا بأن حبه صلى الله عليه وسلم فرع عن حب الله وإذلك يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وبحب الله أحبوني وهو تعليم بقدر ما نرفع من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما نعشق هذا الحبيب بقدر ما نحبه بقدر ما نعيش ونهيم في أخلاقه وسلوكه وذاته وصفاته وكل شيء فبعد ذلك نؤمن بأن كل ذلك فرع عن حب الله الذي هو الحب الأعظم وبرغم ذلك فلا يكون الوصول إلى الله ولا التحقق بمحبة الله ولا الشرف والوصول إليه وإلى تلك الدرجة إلا بالدخول من جانب محبة النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنها فرع إلا أنها هي الأول في التدرج أو الأول في العمل حتى تصل إلى محبة الله العظم لماذا؟ لأن الضعف البشري يقتضي ذلك وممكن نضرب على ذلك مثال الآن الإنسان لما يريد أن يعلم طفلا صغيرا من أولاده كيف هي مثلا عظمة الله وعطاءات الله وألوهية الله ويعلم الإنسان قضية الإيمان بالله طفل صغير لا يستطيع أن يقفز به قفزة واحدة ويتكلم معه في هذه المسائل لأنه لا يستوعب يأتي به بالتدريج يعلمه القضايا التي يستوعبها يحبب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بشر والذي كان يفعل كذا والذي كان كذا والله يحبه والله أعطاه ثم بعد أن يكبر قليلا يعلم شيئا آخر حتى يصل إلى مرحلة يبدأ يستوعب مسألة الألوهية وقضية العطاءات الإلهية لهذا الإنسان ومسألة الدين وكل هذه الأمور فنحن إذا أردنا الدخول على الله إذا أردنا الدخول على محبة الله علينا أن نبدأ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه في كتابه الإبريز يقول لن تعرف الله حتى تعرف رسول الله لن تعرف الله حتى تعرف رسول الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الحي الذي أمامك كي تتربى على محبته وتتدرج منه ثم يدخلك هو عليه الصلاة والسلام إلى الحضرة الإلهية محبة واتباعا من هنا يأتي التساؤل وتأتي الإجابة واضحة أيهما أعلى درجة جانب العمل أم جانب الاتباع أو جانب المحبة ونحن قلنا أن العمل هو قضية ظاهرية وفريضة ويمتعلق لا شك بباطن الإنسان ونيته وصدقه وعقيدته وجانب الحب هو المعتقد والجميع يعلم أن المعتقد مقدم على الفريضة وعلى العمل فالإيمان مثلا يبقى مع التقصير المؤمن يذنب يقع في المعاصي يقع أحيانا في الكبائر أحيانا بعض المؤمن يوم القيامة من أتباع هذه الأمة يعذبون ثم يخرجون من النار لكنهم يبقون في حالة الاتباع لا يخرجون منها لأن الخروج من حالة الاتباع هو خروج من الإسلام فالمحبة أو العمل العمل هو قضية يعني يعني يدخل فيها التقصير ويدخل فيها هذه الأمور إلا أنه يقبل ويبقى الإنسان في حالة الاتباع لكن عندما تنقص المحبة أو ينقص الاتباع ينقص معه قضية الإيمان والمعتقد وعندما تنتفي ينتفي معها قضية الإيمان والمعتقد عندنا مثالان من الأمثلة التي تحكي لنا هذه القضية التي نتكلم فيها الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا حدثت منهما مواقف أحدهما رجل كان يمثل قضية العمل لكنه لا يمثل قضية الانتماء والمحبة التي نتحدث عنها وأحدهما يمثل قضية الاتباع والمحبة لكنه لا يمثل قضية العمل فكلاهما على خطأ إلا أن الموقف النبوي كان واضحا وحاسما في هذه القضية ولا بد أن ينتبه إليه الأول هو ذو الخويصرة التميمي الذي هو كان من رؤوس الخوارج والذي هو كان البذرة الأولى للخوارج جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم وهو يوزع الغنائم فقال اعدل يا محمد فكانت هذه الكلمة كلمة أثبتت أن هناك من الناس من ليس لديهم أدب لا مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم مهما رأوا من الآيات والعلامات والبشريات ومن الإثباتات اليقينية وأثبتت بأن هناك من الناس من يصيبه من الغرور والمكانة بعمله وبذاته ما يجعله يعدل على سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فكان هذا الخارج يمثل قضية العمل وكان رجل مجتهد في العمل وله قصة الرجل الآخر هو ذو الخويصرة الرجل الآخر هو الصحابي نعمان أو نعيمان هذا الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام ويجلت فلعنه أحد الصحابة كم يؤتى به إلى النبي قال لا تسبه فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله هذان الرجلان يمثلان لك قضية الاتباع وقضية العمل فإذا استوعبنا هذه المسألة نعلم أن أتباع الذات المحمدية هم الذين رضوا بأن ينضوا تحت رايته وحزبه مهما كان عملهم ضعيفا أو تقصيرهم ضعيفا لأن الحب والانتمال الذي يحملونه هو الذي يوصلهم إلى هذه الحقائق وهم الذين تدركهم شفاعة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولعلنا نكمل هذه المسألة في حلقة قادمة بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة